تفجير هو الأعنف لهذا العام في بغداد قتل وأصيب ما لا يقل عن 65 شخصا بتفجير انتحاري وقالت مصادر أمنية إن انتحاريا يقود شاحنة ملغمة فجر نفسه في شارع مكتظ بتجار السيارات المستعملة في متينة الصدر خلف 15 قتيلا وأصاب ما لا يقل عن 50 شخصا مضيفة أن التفجير هو الأكثر دموية في بغداد منذ بداية عام 2017